بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أنا دكتورة سوس الناجي التميمي في هذا الفيديو أريد أن أحدثكم عن علاقة النوم بالجلطات النوم بالجلطات ما علاقة النوم بالجلطات هناك كثير من الأشخاص الذين ينامون فترة طويلة يعني يكون هذا الشخص مريض سكر مريض ضغط وعنده مشاكل وارتفاع في الدهون يعني فيه كومربديتيز متعددة فهذا المريض أو الشخص أين كان وهناك أشخاص يكون لديهم مرض وهم لا يدركون ذلك يعني ليس بالضرورة هناك بعض الأشخاص مشخصين وبعض الأشخاص لم يكتشفوا أنفسهم بعد هؤلاء الأشخاص عندما يناموا لفترة طويلة يعني أن تظل نائم مثلا نفترض من الساعة العاشرة ليلا وتظل نائم إلى الساعة الثامنة أو السابعة هذا يعد خطرا عليك لماذا؟ لأنه أنت خلال فترة نومك خلال فترة نومك يعني يحدث ركود في الدورة الدموية وأنت لديك العديد من المشاكل أو هناك أشخاص ليس لديهم مشاكل يعني أمراض معينة ولكن هناك تاريخ عائلي لحدوث جلطات فالنوم الطويل لفترة طويلة يشكل ماذا؟ يشكل عامل خطر يشكل عامل خطر ما يؤدي إلى حدوث الجلطات لماذا؟ لأنه أنت أثناء النوم سيكون هناك عملية ستيسز عملية ركود للدورة الدموية مثل إذا لديك مثلا قنينة تمام فيها لنفترض حبيبات شاي وماء عندما تحاركها وتظل في حركة فإن الحبيبات تظل متوزعة على الماء بشكل كامل ولكن عندما تضع القنينة وتتركها بدون حركة لابد أن هذه الجزيئات سوف تترسب وهذا هو ما يسمى بعملية ركود فأنت أثناء النوم الطويل يحدث ركود هذا ركود يؤدي إلى تكون ماذا؟ الجلطات لذلك تلاحظ أن أغلبية الأشخاص عند نقلهم إلى الطوارئ يكون الساعة مثلا الرابعة الخامسة السادسة صباحا لأنه كان هناك نوم طويل كان في قبل هذا الحادث نوم طويل فلذلك سبحان الله يعني نحن لابد أن يكون لنا في ديننا عبرة يعني الدين حتى صلاتنا صلاتنا لله ولكن لماذا هذه الصلوات في هذه الأوقات؟ هذه الحكمة إلهية الله سبحانه وتعالى لا يحتاج منا شيء لا يحتاج عبادتنا ولا صلاتنا ولا شيء ولكن الله سبحانه وتعالى يريدنا أن نكون في أحسن حال فعندما كانت صلاة الفجر لها توقيت معين حركتك وذهبك إلى الحمام ووضوءك تمام؟ ووضوءك كل هذه الأشياء يعني نفترض أنه أحدهم قام وذهب إلى الحمام ورجع هل سيكون مثل شخص آخر قام وذهب إلى الحمام بعد ذلك غسل وجهه وغسل يدي وغسل رجلي هذه تعد حركة وأن تمارر الماء بطريقة الوضوء ثلاث مارات هذه تمثل ماذا؟ انتعاش للجسم انتعاش للجسم بالتالي كل هذه ستؤدي إلى ماذا؟ إلى قطع عملية الركود التي سيسببها النوم الطويل هناك أناس يسهرون بعد ذلك ينام من الساعة الثانية أو الثالثة وحتى الساعة التاسعة أو الساعة الاثنى عشر أو الحادي عشر ويصحى في ذلك الوقت ليصلي وكأنه يعني هذه الصلاة متأخرات استغفر الله العظيم فهؤلاء الأشخاص قلبوا حياتهم هؤلاء الأشخاص دمروا حياتهم نوم بطريقة غير صحيحة حياء ملخبطة أكل بأوقات غير صحيحة كل هذه الأشياء أدت إلى نشوء جميع الأمراض على كل ماذا بكل أنواعها تمام؟ بالتالي النوم الزيادة هذا يعد عامل خطر وكثير من ربات البيوت يعني اللواتي لا يشتغلن أي لا يخرجن خارج البيت مثلا تكون لديها خادمة وهي ما عليها إلا أن تأكل وتشرب وتذهب لكي تشاهد التلفاز هل تعرفين أن هذا النمط تسمى إموباليزيشن؟ هذا النمط تدخل ضمن عملية الإموباليزيشن عدم الحركة هذه لا تعد حركة أنت الآن راكدة حركتك هذه الضعيفة من الغرفة إلى الحمام إلى غرفة الاستقبال إلى ما عرف ماذا ومن ثم تنامين وتصحين وهكذا هذه عامل خطر جدا لنشوء جميع الأمراض في جسدك فإذا لم يكن لديك شغل لابد أن يكون لديك حصة رياضية إذا لم تلتحق بالنادي وهذا ليس أمر ضروريا لأنه ممكن أنت بمحلك بالصالة بالغرفة بأي مكان عشر دقائق تمارس رياضة معينة بكل بساطة يعني لا الأمر ليس فيه تكلفة وليس فيه تضيق أصلا بالتالي يجب الانتباه لعملية الركود التي يعني لا نلقي لها بالا وأن الإنسان لابد عليه من ماذا أن يقطع أن يقطع نومه وأن لا يظل يعني نائم بطريقة يعني غريبة وكأنه ميت لكي نتجنب ماذا نتجنب عملية الركود فيجب على الإنسان أن يوقع ساعته عندما ينام ليصحى بإذن الله لكي يصلي الفجر هنا عندما تصحى لصلاة الفجر هنا أنسى ستؤدي إلى الوضوء هذه الأشياء ستؤدي إلى تحرك الدورة الدموية وقطع عملية الركود وبالتالي تجنبك الكثير من المخاطر الأشخاص الغير مسلمين كذلك أنصحوهم بهذا الشيء أنه لا يغط في نوم عميق لابد أن يصحى في ذلك الوقت حتى ليمارس رياضة معينة أو حتى يتحرك حركة بسيطة تمام حركة بسيطة ومن ثم يواصل نومه في الأخير أتمنى أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد وكذلك الإعجاب بالفيديو ليصل إلى أكبر عدد من المشاهدين وفي أمان الله ترجمة نانسي قنقر